عظم الله تعالى حق الجار فأمر بالإحسان إليه فقال وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَةً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَةً وَالْيَتَانَ وَالْمَسَاكِينَ وَالجَارِ ذِي الْقُرْبَةً وَالجَارِ الْجُنُبَ والجار ذي القرب يا كرام هو الجار الذي تربطك به قرابة ونسب وجوار والجار الجنب هو الجار الذي يربطك به الجوار الله عليه وسلم بالجار حتى ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيورثه لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وإن من صدق الإيمان الإحسان إلى الجار وعدم إذائه قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم جاره بل قال صلوات ربي وسلامه عليه قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره من شروره وأذى جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يشكو جاره يشكو أذى جاره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يخرج متاعه إلى الشارع والطريق فأخرج الرجل متاعه إلى الطريق فصار الناس يمرون عليه يسألونه فيخبرهم بحاله وبأذى جاره فصار الناس يلعنون ذلك الجار المؤذي فلما بلغ ذلك الجار نعنه جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله لقد لقيت من الناس قال لقد لقيت من الناس يعني آذاني الناس فقال صلى الله عليه وسلم وما لقيت منهم قال إن الناس يلعنونني فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قال إن الله قد لعنك قبل أن يلعنك الناس فقال الرجل يا رسول الله إذن لا أعود إذا أردت أن تعرف يا مكرم هل أنت محسن أم مسيء فاسأل جيرانك اسأل أهل الصلاحي من جيرانك فإن قالوا إنك محسن فأنت كذلك وإن قالوا إنك مسيء عفان الله وإياكم من حال أهل السوء فأنت كذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إن أنا عملته دخلت به الجنة فقال عليه الصلاة والسلام كن محسنا فقال الرجل يا رسول الله كيف أعرف أنني محسن فقال سل جيرانك قال سل جيرانك فإن قالوا إنك محسن فأنت كذلك وإن قالوا إنك مسيء فأنت كذلك أسأل الله تعالى أن يجملنا بالأخلاق وبحسن الجوار هذا والحمد لله رب العالمين